المسيح رئيس الكهنة أهلا أحبائي أحييكم باسم الرب يسوع هذا الموضوع يمكن لأول مرة منسمعه السؤال ما هو عمل الكهنود المسيح الكاهن خليني في البداية أقول يمكن دائما إحنا منسمع عن يسوع العبارات الكثيرة المترددة يسوع ابن الله يسوع ابن الإنسان وأحيانا نسمع يسوع ابن داود وهكذا أسماء ومسميات كثيرة شخصية المسيح شخصية فريدة عجيبة والكتاب المقدس يقول عن المسيح أنه عجيب يدعى اسمه عجيبا عجيب في اسمه عجيب في طبيعته وعجيب في عمله والحديث عن يسوع المسيح لا يتخلل فقط الحياة اللي عاشها على الأرض والحياة اللي احنا اليوم نعرفها عن يسوع المسيح لكن فيه أبدية كاملة اللي بتتكلم عن هذا الشخص الرائع الفذ الفريد الذي لا مثيلة له يسوع المسيح يسوع المسيح طبعا له مواصفات كثيرة لما منتحدث عن طبيعته هو نور وهو أيضا محب هذه طبيعته ممكن نتكلم عن صفاته اللي ما منتشارك فيها معاه مثل كلي الحضور كلي المعرفة وكلي القدرة وفي بعض الصفات اللي منشترك فيها يسوع صالح ومشان هيك أولاده بيكونوا صالحين بيشتركوا في هذه الطبيعة لكن بالواقع إذا أردنا أن نتكلم عن عمل المسيح معجزات المسيح تعليم المسيح تفوق المسيح نحتاج إلى حلقات كثيرة لكن في الأسماء الإلهية في الأعمال الإلهية وفي الطبيعة الإلهية وفي الصفات الإلهية لكن برضو اليوم رح نتكلم عن يسوع نتكلم من ناحية أخرى اللي هي الوظائف في وظائف يسوع المسيح ورح نعرف عنها أكتر بعد قليل ورح نعرف عن عمل المسيح المستمر لأجل المؤمن في هذه الحلقة حلقة مهمة جدا فيها كنوز ودسم من كلمة الله وأنا بشجعك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر